ندرسوا من كافة جوانبو وطبعاً بهالوقت بعض فعاليات زحلة أخذت موقف منه وبعض نواب المديني كمان أخذوا موقف منه بس هلأ إجا الوقت ينترح الموضوع من بابه العريض مش مجرد بس هيك بعض المواقف أنا شخصياً تبين لي أنه من وراء الدراسات متبتبين لكلنا سوا أنه ممكن المشروع المعمل يشكل خطر كبير بمجالات عديدة على المدينة وسكينها على القرى المجاورة وسكينها على الزراعة وعالبيا مثلاً تبين على أنه ممكن يكون فيه زدياد بنسبة الأمراض السرطانية كما أنه تبين ممكن يكون فيه زدياد بنسبة الأمراض الرئوية ممكن يكون فيه تأثير على الصحة العامة ككل بأشكال ما حدا مننا في الدرا بالوقت الحاضر تبين مثلاً كلنا سوا منعرف زحلة وجوارها منطقة زراعية بامتياز وتقوم حياتها الاقتصادية بأكتريتها على الزراعات والصناعات الزراعية طيب كمان فيه كثير دراسات بتقول أنه هالمصنع ممكن يأثر على البيئة وبالتالي على الزراعة وبالتالي رح يأثر على الدورة الاقتصادية بالإضافة لها كثير من حياة زحلة إن كان الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية هلأ صراحة أنا بالنسبة إلي كل هؤلاء حد هون كان ممكن يكونوا مش مفهومين يعني كان ممكن هايدي دراسات يعني واحد يتوقف عنده أو إذا بده ما يتوقف عنده كانت ممكنة بس العامل الأساسي يلي خلينا يلي خلينا نحنا ناخد قرار لا عودة عنه بالموقف يلي رح ناخده هو موقف أهالي زحلة اليوم شو ما كانت الدراسات شو ما كان القانون شو ما كان أي شيء آخر وقت اللي أكترية سحقة من أهالي زحلة بيكون عندهم هالموقف من المشروع ما بقى فينا نضل نحنا مكتوفي لأيدي بنهاية المطاف الشعب هو القانون والشعب هو الدراسات إذا بدك جيب لي دراسات من كل ألحاء العالم بتقول إنه هالمصنع ما بيدر وأكترية سحقة عم بحكي سحقة سبعين تبينين تسعين يمكن أكتر بالبيئة من سكين زحلة وجوار ما بد المعمل أنا برأيي هاي الدراساتي اللي غزم نروح عليها وهي القانون اللي لازم نروح عليها القانون ما إنه حرف ميت يعني القانون عطول في إلو حرف وفي إلو روح قبل ما تاخد حرف القانون بعين الاعتبار بكتاخد روح القانون وروح القانون بالدرجة الأولى بياخد مصالح مصالح الناس بعين الاعتبار أهالي زحلة هن حددوا على أنه مصالحهم رح تكون رح تنضرب بهالمشروع وبالتالي القانون بالدرجة الأولى بده ياخد هالعامل بعين الاعتبار على بين هلين في البعض عم بيطرح وكأنه ما بقي ينعمل شي بالأنون بهالمشروع هيدا طرح خطأ بعض بين عمل كتير إشياء بالأنون بهالمشروع في عدة صغرات تبين اتباعا بالفريق الأنوني يلي تشكل يلي حيبلي شي طلع تباعا على الإعلام مش أنت من جهة يشرح الجانب الأنوني للمشروع من جهة تانية يحضر كل المراجعات القانونية والقضائية المطلوبة بس بدي أكد على أنه لا المشروع في عدة صغرات قانونية وبالقانون وحده ممكن إبطاله اللي بدي أتأسف هون بهالمجال بدي أفتح الإعلان بدي أفتح الإعلان صغار تقوم أنه عم نسمع أنه في بعض هيك التهديدات ولو بشكل بشكل محترم تهديدات بشكل محترم هيك أو بشكل ناعم عم تمبعث للبعض يلي رأيهم ضد قيام المعمل يعني هيدا أنا بتمنى على اللي عم بيبعث التهديدات ما يبعث هو يعني خلينا نظل بسياء الكلمة والرأي والأنون وبنهاية المطاف الكلمة النهائية النهائية للناس الناس موجودين قدامنا ما حدا فيه أثر على حدا ما حدا يجرب يستعمل ضغط بهالمجال هلا بدي أتأسف له بهالسياء كله سوا هو هو موقف بلدية زحلة يلي عطت الموافقة كمان بنه للان في البعض بقوله أنه الموافقة مش مهمة مش مزبوط ولو أنه مقالة أثر عملي مباشر موافقة كتير مهمة من ناحية المعنوية وكعمل ضغط على وزارة الصناعة تما تعود كفة بالمشروع بس بكافة الأحوال أنا ما بعب شو بدي سمي بدي سمي تخزل أو بدي سمي طواطو شو ما كان يكون اللي صار صار لحد هلأ هلأ بقول البلدية شو ممكن تعمل مش انت ترجع تساهم إذا مزبوط صار رأيها متل رأيها أكترية سكين زحلة وما فيها إلا ما يكون رأيها متل أكترية سكين زحلة اليوم البلدية بتمثلها الناس بزحلة وبالتالي مفترض أنه تحكي بإسمهم إذا بقى تحكي بإسمهم في مجموعة خطوية مطلوبة تتصحح الخطأ يلي وقعت فيه عن عن خطأ ولا عن صواب بالمرحلة الأولى من المشروع هلأ كيف نعمل من هون وطالع تعرفوا نحنا مش مجتمعين مجرد نطلق موقف نحنا مش أصحاب موقف لا أبدا بدي أقوله أنه شو ما كان يكون هالمشروع ما راح يكفي شو ما كان يكون ليش ما راح يكفي انطلاقها من الاعتبارات يلي قلتها وبالأخص انطلاقها من أنه أكترية ساحقة من سكين زحلة وقرى الجوار ما بدوا المشروع بمجرد ما يكون أكترية ساحقة من أهالي زحلة وقرى الجوار ما بدوا المشروع يعني المشروع ما راح يصير بدأت واجه بتمنى للبلدية اطلب منها فيها تجتمع بقرب وقت ممكن فيها تجتمع اليوم او فين يجتمعوا بكرة او فين يجتمعوا التنين اذا مفرسين نار الأحد ويرجعوا عن الموافقة اللي عطوا للمشروع في البعض رح ينطوا يقول انه لو اتراجعوا عن الموافقة ما الى تأثير فعلي مش مزبوط الى تأثير مش مباشر بس الى تأثير غير مباشر لأنه تأثيرها غير مباشر على وزارة الصناعة يلي هي ارتكبت الخطأ الكبير باعطاء الترخيص متل ما اعطاه بما يتعلق بوزارة الصناعة كمان عندي تمني على وزير الصناعة انه بأسرع وقت ممكن يرجع عن الترخيص يلي عطاه لها الشركة ان كان بالاستثمار ولا بالانشاءات بديقول هون والفط نظر معالي الوزير اللي سابقه بعمل ما صارت بتاريخ الجمهورية اللبنانية انه بين تاريخ الترخيص للانشاءات وتاريخ الترخيص للإستثمار في ممكن تمان واربعين ساعة أو أقل بالوقت يلي كمفترض هالمهل تكون أسابيع وأسابيع تالفريق المختص بالوزارة يكون درس مضبوط هالإستثمار شو ممكن يكون له أثار صحية ولا بيئية ولا زراعية ولا عملية عن ناس وشو رأي الناس بالموضوع الشغلية اللي مصاري وبالتالي ما علي وزير الصناعة في فوت من هالصغرة بالزيد اللي إذا هو مفت بها الصغرة نحن رح نفوت منها ويلغي الترخيص اللي أعطيه للشركة انتلاقها من الاعتبارات اللي يذكر المشروع يعني رح تلحق فيهم كارثة كتير كبيرة من جراء قيم هالمشروع هونيكي أراضيهم رح تصير بخصي بشكل على أنه رح تخرب بيوتهم فريح تشكل فريق أنوني فيما بعد بيتصل بأصحاب الأراضي الموجود لبعض منهم معنا اليوم مش أنت يدافع عن حقوقهم ومش أنت انتبع العملية القانونية ما حدا يفكر أنه ما بيطلع شيء من العملية القانونية غلط عملية قانونية انتلاقة من الصغرات الموجودة من المشروع بيطلع منها كتير النقطة التانية بتصور مثل ما هلأ بلغوني الشباب رح تتشكل هيئة نوع من هيئة أهلية زحلية بزحلة هاليومين ثلاثة تهي تبلش تحضر لتحركات شعبية ما رح نعدم وسيلة لإيقاف هالمشروع ما حدا يفكر المشروع فيه كفي بقى لأنه رأي الأكترية الصحة من أهلية زحلة هيك مثل ما هو فيه فرح تشكر هيئة شعبية هيئة أهلية بزحلة بتمنى على كل الفعاليات بتمنى على كل الهيئات الشعبية هيئات المجتمع المدني على كل الهيئات السياسية على أنه تكون موجودة بها الهيئة تهالهيئة هي تنظم سلسلة تحركات شعبية تأذا التحرك القانوني ما فيد أو شفنا فيه تلك بالتحرك القانوني تبلش تحركات الشعبية وهالتحركات الشعبية ما رح توقف إلا مع توقف المشروع حد هو دي طبعا نحن رح نعكف وأنا شخصيا على مجموعة اتصالات بكل المرجعيات السياسية المطلوبة إن كان رئيسة حكومة ولا وزراء معنيين ولا غيرها من إدرات الدولة تتنساعد أو تنساهم مطرح اللي لازم بإيقاف المشروع هاي خطة عملنا هيدا رأي الأكثرية الصحة من أهالي زحلة بالمشروع انتلاقا ما نحن رح ننطلق بهالكم يوم الماشيين إلا إذا تبين تجاوب وتجاوب سريع ومقبول إن كامل بلدية ولا وزارة الصناعة بيكونوا وفروا على حالهم بيكونوا وفروا علينا بيكونوا وفروا على الناس بيكونوا عم نضاميرهم وصلنا اللي بدنا إياه يميد أهلا وسهلا فيكم